اشتركوا في القناة هذه اللعبة من تطور استوديو ماشين جيمز والناشر لهذه اللعبة هي شركة بيثست دا سوفت وركس اللعبة نازلة في تاريخ 20-5-2014 وهي نازلة تقريبا على جميع الأجهزة منها البلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 3 والأكس بوكس 3-60 بالإضافة إلى البي سي وتصنف هذه اللعبة من ألعاب المنظور الأول فرست بيسر شوتر وتعتبر أحد أعمدة هذه الجنرى بشكل عام من بدايته في الثمانينات على أجهزة الأتاري والتسعينات على أجهزة السوبر نتندو ولها أجزاء كثيرة ومتعددة ومختلفة كان الأعلان الأولي للعبة في معرض E3 الماضي في عام 2013 وخذت الهايب اللي كنا متوقعين لها للعلم أن اللعبة مصنفة للكبار فقط لأن فيها مشاهد عنف قوية وغيرها من المشاهد المخلل فلا تخلونا للصغار كلش أن يلعبون هذه اللعبة فقط لـ 18 سنة وفوق فخلونا نبلش وياكم الحين مراجعة لعبة وولفستاين اليديدة قبل أن أدشوا وياكم الحين بالقصة في انطباعات من تشرح حاليا في المنطقة أن لعبة وولفستاين القديمة البطل كان يباري هتلر في النهاية نفس الوقت يذبحها فالحين مستغربين أن شلون النازية والجيش المدمر هذا اللي حم موجود بالجزء اليديد اللي نازل حاليا فقاموا يتساءلون هل هذا جزء ريميك ريمانسترد ولا قصة يديدة وغيرها من هذه الأمور فخلو أوضح لكم القصة بشكل عام هتلر ما يكون ميت بالعكس فاز بالحرب العالمية الثانية واحتل العالم وفي عام 1946 البطل مال السلسلة واللعبة بنفس الوقت بلاسكوفيتش تفشل مهمته السرية اللي كانت في بداية اللعبة من قبل النازل العبقري اللي نقدر نقول الملقب بالدكتور المختل عقليا يعني نقدر نقول عنه مما أده الشي الاعتقال أفراد فريقة من قبل النازلين وهو يدش بمرحلة فقدان الذاكرة الجزئية وبنفس الوقت في غيبوبة ويكون فيه مصح في بولندا المحتلة وبعد مرور 14 سنة يعني نقدر نقول في 1960 وهو بالمصح يتعافي البطل بعد وقوع حادثة الاعتداء على المكان من قبل النازلين نفسهم بعدها يقرر البطل أن يدور على طاقم فريق المعتقل وينقذهم لتكوين فرقة المقاومة على النازلين ومحاربتهم والانتقام من دث هيد نفسه اللي ورطهم بهذا الشي وأن نفس الوقت بخلال الفترة الغيبوبة مالت أو فقدان الذاكرة لما كان عايش في المصح أن العالم انتشر فيه التكنولوجيا النازية بشكل ملحوظ من خلال الأسلحة وانتشار المدرعين والمدرعات والأجهزة الآلية وغيرها من هذه الأمور وبعدها راح يختلط العديد من الشخصيات اللي لها دور فعال كبير في تحديد قصة اللعبة مستوى الرسم أو الغرافيكس في اللعبة على أجهزة البلايستيشن 3 والأكس بوكس 360 نقدر نقول عنها جيد جدا لكن يعتبر عادي نوعا ما على أجهزة الجيل اليديد اللي أهم البلايستيشن 4 والأكس بوكس 1 مو من ناحية الشخصيات ولكن من ناحية الانفايرونتس والمراحل الموجودة والتفاصيل الموجودة بهذه المراحل لكن أبرز ما فيه هذه النسخ النسخ اليديدة مات الأجهزة اليديدة مع نسخة البي سي أن الفرايم ريت مالها عالي وايد اللي أقصده أنه 60 فرايم بالثانية مما يحسس اللي قاعد يلعب أو اللي قاعد يلعبون اللعبة بسهولة الحركة ويحسون أن اللعبة ما تقطع فيخليهم هالشي يتغاضون عن قوة الجرافيكس بشكل عام وللأسف ما في شيء كامل بأي لعبة فمن ناحية المقاطع السينمائية اللي قصد فيهم الكاتسينز الفرايم ريت يقل عن 60 فرايم بشكل ملحوظ وبشكل عام عن مستوى الرسم نقدر نقول عنه جيد ومقبول لكننا كنا نبي أقوى من شدي بعد والصوت بشكل عام في اللعبة نقدر نقول عنه جيد جدا سواء من ناحية الساونتراكات أو لأداء الصوت المثلين الشخصيات ولو ناخذ من ناحية الموسيقى التصويرية خلال اللعب في مراحل اللعبة أو من خلال الكاتسينات الموجودة فيها فكلها راكبة على المكان اللي تنحط فيه سواء كان من ناحية الغموض والغضب والانتقام وغيرها من هال المشاعر المختلفة الموجودة في اللعبة أما بالنسبة للأداء الصوتي بشكل عام نقدر نقول عنه قريب من الممتاز فكل صوت لايق على كل شخصية في اللعبة بس في شي ملحوظ واللي ينرفز بعض المرات لما تشوفه مو تسمعه واللي هو اللي أقصد فيه أن الكلام مرات مو مطابق مع حركة حلج اللي بالشخصيات فقط لا غير أما من ناحية القيم بلي أنا أشوفها براية الشخصي جدا ممتعة يعتبر خليط بين الطابع الكلاسيكي واليديد لألعاب الفيرست بيرسن بشكل عام ومن حيث أن الشخصية لها عداد طاقة اللي هو الهلث لألمة معين ونفس الوقت لها عداد شيلد اللي هو الدر اللي يحميه وافتقدنا هذا الشي بالألعاب اليديدة الفيرست بيرسن بشكل عام أنك كانت تعتمد على أسلوب التقديري للطاقة بحيث أنك لما ينقص أنه يرد مع الوقت لكن بهذه اللعبة تضطر أنك تاخذ الأيتمات سواء كان من دروع من تشرب المرحلة أو من ناحية الأكل والإسعافات الأولية عشان تقدر ترد طاقتك وتنقذك في أصعب اللحظات سواء كنت تباري العداء العاديين أو الرؤساء بشكل عام خلونا الآن نتكلم عن الأسلحة بشكل عام الأسلحة باللعبة وايد متنوعة ويبرز التطور بهذه الأسلحة بين الفترات اللي يعيش فيها البطل بلاسكوفيتش وأبرزها سلاح الليزر كرافت اللي هو يطلق أشاعة الليزر بنفس الوقت يستخدم البطل في بعض الأحيان في قص المتل كيسز اللي نقدر نقول يشوف ممرات سرية أو صناديق عشان يطلع منها ايتيمات وفي شي فكرتها وايد حلوة بس مبالغ فيها نقدر نقول شوي واللي هو الدول ويلد حق الأسلحة بشكل عام خلن نأخذ على سبيل المثال إنه لايق نشوف إن البطل يشيل فردين يشيل رشاشين وحتى شوزنين لكن لما يهي البطل يشيل لسنايبرين الحبيب باعها فنقدر نتغاضع عن هذا الشي بفكرة الليفلينج أو التلفل الخاص بالأسلحة بشكل عام الحين ما في شي اسمه talent tree يعني الشيارة تلفل فيها الأسلحة لكن في objectives أو أهداف لازم اللاعب يحققها عشان يقدر يفتح الأبغريد حق السلاح المعين على سبيل المثال إنه المفروض لازم ييب مثلا هالعدد من الهيتشوت بالسلاح اللي فلاني عشان يقدر أنه لما يحذف قنبلة يذبح فيها أكثر من واحد وغيرها من هذه الأمور النقطة الثانية المهمة اللي بعدها وهي تعدد المراحل واختلاف المناطق اللي في اللعبة شي وايد حلو للعب عشان ما يزهق في حقبة معينة أو بيئة معينة وهذا الشي وايد ممتاز يخلي الواحد يستمر في اللعب ولا ننسى إنه هذه المراحل لازم تكون حلوة النفس اللي موجودة باللعبة وبالرغم من كل هذه الإيجابيات فيها عيب بعض الناس يشوفونه بسيط وبعض الثاني يشوفونه وايد مهم واللي هو ما في أي عنصر جديد في اسلوب الفرست بيرسن بشكل عام باللعبة ولا حتى لما تباري الرؤساء أو البوسز اللي باللعبة والصعوبة فيها نقدر نقول عنها جيدة وممتعة واللعبة تعتمد اعتماد كله على الستوري لاين على القصة وما فيها كلش ملتي بلاير وفي النهاية أنا أنصح كل واحد ما لعب اللعبة أن يلعبه حتى لو ما كان يحب ألعاب الفرست بيرسن شوتر لأنه بشكل عام اللعبة وايد حلوة تستاهل أن الواحد يجربها على الأقل خصوصا اللي يحب الأجواء الحروب وحقبة الجيش النازي بالتحديد تقدرون تخلصون اللعبة في حروة عشر ساعات إلى اثنائش ساعة ويقولون أن اللعب يحتاج تقريبا إلى عشرين ساعة عشان يطلع كل شي فيها بالتفصيل لكن أعيد وكرر والنقطة وايد مهمة أن اللعبة ما تناسب الأصغار واليهال أبدا من جميع النواحي فحطوا بالكم من هذا الشي وعشان لا أطول عليكم أكثر تقييمي العام لللعبة هو ثمانية فاصلة واحد من عشرة يعني اللعبة زجرت أشكر كل واحد شاف الفيديو الخاص بمراجعة تقييم لعبة Wolfenstein The New Order والحين أنت وش كثير تقيمون هاللعبة وهل تشوفون أن اللعبة تستاهل هذه التقييم كتبوا لنا تعليقاتكم في قسم الكومنتات تحت وترقبوا إن شاء الله المراجعات الياية وتقييم الياية في المستقبل من قبل فريق Xtrava Gaming في قناتنا في اليوتيوب Xtrava Gaming TV كان معاكم طلال السعيدي ومشكورين مع ألف سلامة اشتركوا في القناة